اهلا بكم ضيف حلقة اليوم من مجالات له سولات وجولات في الشعر والنقد والصحافة الثقافية والاكاديميا ضيفنا اليوم الشاعر والاكاديمي العراقي الدكتور علي جعفر العلاق ضيفنا من موليد 45 في محافظة واسط بجنوب العراق حاصل على باكالوريوس اللغة العربية من الجامعة المستنصرية في بغداد والدكتوراه من جامعة إكستر البريطانية عمل مديرا للمصارح والفنون الشعبية ثم رئيسا لتحرير مجلة الثقافة الأجنبية في نهاية السبعينات ثم رئيسا لتحرير مجلة الأقلام في منتصف الثبانينات إلى جانب عمله أستاذا بالجامعة العراقية قبل أن ينتقل في بداية التسعينات إلى جامعة صنعاء للعمل كأستاذ للأدب الحديث ثم أستاذا للأدب والنقد الحديث في جامعة الإمارات العربية المتحدة أصدر العديد من الدواوين الشعرية مثل لا شيء يحدث لا أحد يجيء ووطن لطيور الماء وشجر العائلة وممالك ضائع كما أصدر العديد من الأعمال النقدية دماء القصيدة الحديثة في حدثة النص الشعري وشعر والتلقي وأفق التحولات في الشعر العربي كما صدرت العديد من الدراسات والأبحاث حول شعره دكتور العلاق مرحبا بك أهلا ومرحبا سيد جمال دكتور علي جعفر العلاق أنت من موليد واسط نعم في جنوب العراق 45 ولكن عمليا منذ أنت في الثامنة وأنت في بغداد تحولت إلى بغداد وأكملت كل المراحل الدراسية فيها فقط البداية والنشعة الأولى ويتعرف أن النشعة الأولى تكون تأسيس لمزاج الإنسان ولتكوينه العاطفي والعقلي في البدايات البدايات كانت في وسط وثم بعد ذلك في العراق في بغداد المستنصرية باكاليونس في اللغة العربية نعم ثم أنت كنت في الستينات من أبرز أسماء أو صوات جيل الستينات أزال الجدل نعم الشعر يعني جيل الستينات الشعري في العراق طبعا إن كانت الدراسات ترى بأنك برغم ما بدأ الاتجاه التجريبي حين ذاك بديت صوتا يعني متفردا إلى درجة البعض قال بأنه محافظا إن صحيح هو لا ننسى أن جيل الستينات لا يمكن الحكم عليها بجملة واحدة أو وضعه في سلة واحدة هناك اتجاهان يمكن تكون في أنا أتحدث عن جيل الستينات العراقي جيل الستينات فيه جناح تجريبي اللي يضم شعراء قصة النثر تحديدا مثل سرغون بولس وصلاح فايق على سبيل المثال ومؤيد الراوي وزهد الداودي وجان دمه إلى آخر هذا المجموعة وفي جماعة لا هم ورثت جيل الستينات الجيل الخمسينات مع إضافة وتخطي حسب شيخ جعفر على سبيل المثال وسامي مهدي وفوز كريم هؤلاء لم يدخلوا حان صالة التجريب أو دائرة التجريب ويذهبوا فيه إلى نهاد يعني فأنا أفرق بين جيل الستينات ليس جينا متجانسا جيل له دعاوة كبيرة وفاضل عزاوي لا ننساه فاضل عزاوي كان من أبرز الأصوات التي تقود هذا الجيل التجريبي في الستينات لكن هناك جيل آخر يعني قصدي ليس جيل آخر وإنما اتجاه من هذا الجيل لكنه جيل الستينات بجناحيه أنا أعتبره هو أنضج جيل في تطور القصيدة العربية لماذا في اعتقادك مازال جيل الستينات دائما ربما حتى هذا العنوان إن كان البعض يحاجش في جدول مجايلة في المدارس وفي الثقافة عموما وفي الأدب العربي لماذا مازال يثير النقاش والجدل جيل الستينات طبعا خاصة جيل ما بعد ربما خاصة جيل الذي واكب نكسة الذي واكب الخيبات العربية والتحولات العربية جيل الستينات جاء بعد جيل الخمسينات أو جيل الغيادة اللي هو السياب والبياتي ونازك الملائكة وبولند الحيدري هذه المجموعة هو الذي اندفع بالقصيدة العربية اندفاع أكبر أسس على ما أنجزوه لكنه لم يقف عند إنجازهم قدم إضافات مهمة فتح جو القصيدة على التراث أكثر على التجريب الإفادة من الاتجاهات الغربية الحديثة فيمكن أن نقول أن القصيدة العربية أو القصيدة العراقية دعنا نتحدث القصيدة العربية في جيل الستينات هي خطوة أبعد مسافة من ما أنجزه الرواد لهذا لحد الآن الإنجاز الحقيقي الذي مثله جيل الستينات لم يتم تجاوز أنا في رأيي لم يتم تجاوزه من النجال اللاحقة يعني جيل الستينات أفرز أسماء كبيرة أنت لا تستطيع أن تتخطى مثلا أسماء مثل حسب الشيخ جعفر على سبيل المثال أو فاضل العزاوي أو سامي مهدي أسماء أساسية ومهمة هذه الأسماء ضلت حتى هذه اللحظة ترطي لكن ربما في الجيل الجديد قد يطرح هذا ربما بعدا أبويا إن سحط تعبير وصائيين على الشعر العربي قد لا يعجب الكثير من الجيل الجديد هذا الكلام هذا الكلام الذي ربما لا يختلف بالنسبة لهم عن أبوة سياسة صحيح لا هي ليست أبوة لكن أنا أوصف الآن فأقول أن جيل الأسماء التي شكلت المشهد الشعري في جيل الستينات ما زالت معطائه ما زالت تقدم الكثير يعني لم يكن جيل الستينات الآن جيل منتهي أو جيل جاء جيل آخر حجبه عن مشهد الشعري ما زال جيل الستينات قادر على العطاء وما زلنا ننتظر من شعرائه الكثير يعني شعراء الستينات الآن هذه الأسماء التي ذكرتها وأسماء أخرى كل ما يصدر لهم جديد تجده في صميم الشعرية العربية والعراقية وفيه إضافات طيب حتى في موضوع الإضافات دكتور لافتني لجانب الإبداعي الشعري هناك الجانب الأكاديمي يعني بعد المستنصرية والباكالوريوس اللغة العربية دكتوراه في جامعة إكستن نعم ولكن حافظت على إن صحة التعبير لم يصط فيك الأبود دعنا نقول أو صرامة أو جفاف الأكاديمي على الشعر مع أنه هذا يعني امتحان صعب هذا امتحان صعب وهذه ملاحظة مهمة وذكية وأشارها الكثير من النقاد الذين صرفوا إلى دراسة شعري كنت منذ البداية أدرك هذه الخطورة خطورة من يمتلك موهبة الشعر وملكة كتابة النقد فكثيرا ما تجور الواحد على الأخرى وفي ذهني كان عند بداياتي أن أكون حذر من المصير الذي انتهى إليه جملة من النقاد العرب الذين بدأوا شعراء وانتهوا أكاديميين الذي تطغى الأكاديمية على شعره يضمر لديه جانب الحلم والدفئ في لغته والحميمية والقدر على المغامرة طيب واللافت المغامرة كذلك لافت أنك ربما من الشعراء العرب القلائي الآن الذين يكتبون العمودي وشعر التفعيل ولكن لافت أنه في كلتا القصيدتين هناك هذه المغامرة مع أنه طبعا تتهم القصيدة العمودية بأنها كذلك جافة وأنها نمطية وحدودها ديقة وهمشها ديق جدا صحيح أنا مع الكثير من هذه الملاحظات التي تقال عن القصيدة العمودية حقيقة لكن لست مع من يقول أن القصيدة العربية لم يعد في الإمكان استثمارها في كتابة قصيدة جديدة أنا لا أكتب القصيدة العمودية بمعناها المتعارف عليه أنا كتبت القصيدة العمودية في بداياتي لكن أعتبر أن الأساس الذي زودتني به القصيدة العمودية أساس مهم هو التمكن من إيقاع القصيدة والقدرة على كتابة قصيدة تفعيلة فيها الإيقاع صافي و قادر على العطاء و ما أثمرته فيه هذه التجربة أن أنني أؤمن الآن أن الإيقاع مكون شعري أساسي ليس حلية ليس حلية للقصيدة و ليس زخرفة و ليس تزويق ما رأيك دكتور هنا نستمع لبعض الشيء نعم في العدد الأخير من مجلة الجديد التي تظهر في لندن هذه المجلة في مجموعة قصائد لا بس أن أقرأ قصيدة من هذه القصائد قصيدة اسمها بقية السقف بقية السقف أنا بقية السقف أنا بقية القبائل الرحلي بل بقية من عرق الأيدي على الأبواب شرقت بل غربت حتى آخر الوحشة حتى آخر المعنى و حتى ابتلع الحوت أنا شيدية سيانة فلا سعادة الوهم و لا تلفت المرتاب و ها أنا أهوي على قصيدتي بالفأس يا أية هنّاقة كم أضاءنا الترحال كم أتعبنا الحنين لا ذهابنا من ذهب كان ولا الإياب و فجأة أفيق من سكرتي الكبرى أذلكم أنا أم ذلكم سوت ارتطام الليل بالأكواب جميلة نعم نلاحظ أنه فيه الفقد نعم الفقد واضح في أشعارك دكتور هل هذا يرجع لأنك تفتقد العراق الذي غادرته في بداية التسعيلة؟ هو أولا دعني هذا يحتمل إجابة تحتمل جزئين الجزئ الأول منها أنني أعتبر الشعر ابن الفقدان وابن الخسارات الكبرى و ليس هناك فرح هذا حكم في الغالب و ليس هناك فرح يقود إلى قصيدة مهمة تكتب إلا في النادر لكن في الغالب القصيدة هي بنت الفقدان و بنت يتم بنت الخسارات ربما ما حدث في العراق عمق هذا الإحساس عندي أكثر فكل الشعر يعني أنا كتبت في دراسات عن هذا الجانب و ضربت مثل بالشاعر الجاهلي الشاعر الجاهلي عندما كان يلتقي بالبرأة التي يحب لم يكن يكتب قصيدة عنها لكن يكتب القصيدة عن حبه عندما يتحول إلى ذكرى عندما ترحل الحبيبة عندما يجد البيت قد تحول إلى طلل هنا يبدأ الفقدان و يبدأ الإحساس بالزمن فهنا وقدت القصيدة و هنا شرارتها عندما يتحول البيت إلى طلل هل هذا هو الشعور؟ هل هذا هو المشهد بالنسبة لك؟ هل هذا هو العراق؟ مع ما يعيشه مع الانهيارات أنت تقول كذلك أن الشاعر أو القصيدة بنته الانهيارات يعني لا مأس هنا أن أقطع مقطع صغير مقطع شعري قد يضيء هذه الحالة أقول في قصيدة صغيرة اسمها افتراض أقول هب هب أنك استطعت أن تضفي على المشهد ما يحد من طباعه ربابة باكية سحابة تعبر مثل هودجب سربا من النوارس المثارة هب أنك استطعت أن تضفي على العذاب نكهة الوردة أو توحش الحجارة لكن أتستطيع أن تتناسى كل هذا الدخان يصعد من روحك منذ اغتصبت بابل حتى الآن هذه بابل التي تغتصب هذه بابل لكن العراق ليس طلالا العراق مر عبر تاريخه بموت كثير لكنه نهض منه وبغداد عن قائل مدن التي تنهض من الموت وتنفضه من ردائها نفظ اللذيغ كما يقول الجباهري ولفظتهم لفظ اللذيغ ثيابه هذه بغداد رغم أن المشهد معقد وأن الموت كثيف وأن القوى المحيطة بالعراق أو القوى الذباحة للعراق كثيرة لكنه سينهض العراق قد يطول المدى لكنه ليس بعيدا حتما فأنا مؤمن بعودة العراق رغم أن المشهد لا يدل على ذلك بشكل عاجل وشكل منظور لكن قوة العراق عبر التاريخ مشهودة والمشهد ليس مشهد العراق فقط حتى المشهد العربي وأنت لك قصيدة الدكتاتور التاغية نسمعها دكتور لو سمحت بعد هذا الفاصل فاصل قصير مشاهدين الكرام ثم نعود لمجالات مع ضيفنا الدكتور علي جعفر العلاق أهلا بكم مجددا المجالات ضيفنا شعر والأكاديمي العراقي الدكتور علي جعفر العلاق دكتور علي جعفر العلاق توقفنا عند القصيدة عند قصيدة المستبد الاستداد هو الذي أوصلنا إلى هذا الخراب القصيدة اسمها حصاد عراقي هو هذا الحصاد الذي نحصده الآن للأسف الحصاد هذا وليس في العراق فقط في سوريا في المنطقة في العالم العربي هو ابن ضياع الطريق وابن انعدام الرؤيا أقول فيها القصيدة اللي هي اسمها حصاد عراقي آوي إلى لغة طينية آوي إلى لغة طينية عبرت منها الخيول وسال الليل من يدها لم يترك السيل منها غير كارثة تمسي وتصبح بعضا من تجددها أرض يعمرها الحمقى أرض يعمرها الحمقى فما حصدت عبر القرون سوى أخطاء سيدها أرض يعمرها الحمقى فما حصدت عبر القرون سوى أخطاء سيدها وها انني ها انني أرض عايشت موتي عفوا عايشت موتي مرات هذا هو العراق عايشت موتي مرات وها أندى أرض يشب الندى والنار في غدها يشب الندى والنار في غدها أنا عندما تركت الندى والنار كأنني أترك بسيط صن ولون حيلا من الأمل النار ليست هي المتفردة في غد العراق هناك ندى وجوار الندى والنار يترك هذا البصيص من الأمل أن عودة العراق محتمة مع أنها قد تبدو بعيدا أو عما دكتور طبعا الأسئلة توجه دائما إلى المستبدل الاستبداد لكن ما رأيك في جدل الذي يعود دائما ما دور المثقف كذلك دور المثقف في هذا المشهد آه دور المثقف لكن للمثقف دور قطعا لكن لا ننسى عندما نتحدث عن دور المثقف ربما في أذهان دور المثقف الغربي المثقف في دول العالم المتقدم التي ضمنت للمثقف دوره ضمنت للمثقف دوره لأنه مجتمع يحترم المثقف ودوره وهناك سلطات مستنيرة بنت دولا على دساتير ليست دولا فردية أما في مجتمعنا العربي التي تقوده أنظمة معظمها ديكتاتورية ومستبد وعسكرية ما الذي يستطيع فعله المثقف؟ هناك من مقال أن المثقف الرافض للوضع لكن هناك من يتحدث عن المثقف الذي برر وطبل لأنظمة كذلك المثقف العربي أمام خيارات لكن تشبه الإضطرار الذي بقي في وطنه أما يصمت أو يموت كمدا أو يعيش خائفا من السلطة منافقا لها أو يتحق لها ويبرر أخطائها ويكتب مدائح فيها ليل نهار هذا المثقف العربي أو يهرب إلى الخارج ويعيش في المنفى ليحظى بهذه الفسحة من الحرية حتى يتحدث عما يجري في بلده المثقف مغلوب على أمر المثقف العربي العراق نموذج عدد كبير المثقف العربي في المنفى العراق بلد ينزف منذ خمسين عاما كل معظم مثقفي وفناني وشعراء كلهم في الخارج بلد الملدان العربية ملدان ضيقة ملدان ضيقة أترى نضحك أم نبكي هذا بيت لأدونيس مشهور أترى نضحك أم نبكي ولكن أي فرق طيب أخي ما بعد بغداد وما أن آدمشق طيب لكن على ذلك الأدونيس هناك طبعا جدل كثير المثقف العراقيين السوريين مثلا يرون أن أدونيس تخندق عمليا برر ردان بشار الأسد مثلا ولك من العراقيين من يذهب حتى إلى أنه تخندق حتى بمبررات طائفية هذا ما يقوله مثقفون عراقيون علمانيون سوريون علمانيون مثلا يعني ونموذج مثقف الذي شيطن ثورات العربية مثلا للأسف الشديد يعني المثقف العربي وليس العراق وليس الشوري أدونيس وليس في العراق فقط المشهد أن المثقف العربي في آخر المطاف بعد دعوات الحداثة وبعد شعارات الفضفاضة الكبيرة يبدأ يتخندق طائفيا هذا في العراق واضح أكثر في العراق واضح أكثر الآن الكثير من المثقفين العراقيين الذين كانوا يصدعون رأس القراء رؤوس القراء بدعواتهم عن الحداثة والتخطي والمثقف العضوي المرتبط بشعبه المرتبط بالواقع المغير تخلوا عن الشعارات جميعا وإذا بهم طائفيون الآن يمتدحون حجد الشعبي مثلا طائم يمدحون كل ظواهر الاستبداد والظلم والطائفية التي تجري في العراق هذا شيء مخيب للأمل حقيقة مخيب للأمل دكتور نعود إلى أيضا جانب من جوانب المهمة في مسيرتك إلى جانب الشعر والأكاديميا كنت رئيس تحرير واحدة من أهم المجلات الثقافية العربية مجلة أقلام وقبلها لفترة قصيرة مجلة الثقافة العالمية نعم وبعد ذلك كانت زميلي شاعر مهم ياسين طه حافظ ومجلة أيضا مهمة كانت مجلة الثقافة الأجنبية تجربتي في مجلة الأقلام تجربة حقيقة ما أنساها تجربة مهمة جدا لأنها كانت تشكل هامشا حاولنا توسيع قدر الإمكان ليكون متنا يعني عن طريق مجلة الأقلام الكثير من الدراسات الحديثة الكثير من النقاد مثل كمال أبو ديب على سبيل المثال والكثير من الشعراء مثل أدونيس نفسه نشر على صفحة هذه المجلة كتب وكتب عنه في هذه المجلة وبدأنا نطلع على مناهج ومقاربات للشعر لم تكن موجودة لم تكن شائعة عن ذاك فمجلة الأقلام بتجربة احتضنت الكثير من المثقفين العرب وكثير من النقاد وربما لا تعرف يا أستاذ جمال أن المجلة كهيئة تحرير كانت تضم مجموعة من المثقفين العرب المتميزين وهي لا تحتمل هذا العدد لكن العراق كان منفتح على الثقافة العربية يعني برغم ما كان يقال عن أن هذاك حكم البعث والتدييق والرقابة لا لا نحن نتحدث عن الجانب الثقافي عدنا مجلات كانت مهمة جدا في تلك الفترة عدنا حركة نشر نشيطة كانت في تلك الفترة عدنا مجلة الأقلام عدنا مجلة الطريعة الأدبية عدنا مجلة المورد عدنا مجلة التراث الشعبي عدنا مجلة أفاق عربية هذه المجلات مهمة جدا وأساسية كل وحدة لها اتجاه وحدة في التراث وحدة للشباب وحدة للثقافة الأجنبية وحدة للأدب الحديث إلى آخره هل تعرف أنه في هيئة تحرير مجلة الأقلام كان خير منصور كان غالب هلس كان محمد عبد فيه مطر كان مريد المرغوثي كان عدد من المثقفين العرب صحيح بعضهم لم يطل المكوث فيها لكن كل معظمهم مروا على هذه المجلة وكانت تشكل خلية عمل حقيقة سواء في أعدادها الخاصة في ملفاتها التي تصدر وكأنها تشتغل في ليس في هامش ضيق وإنما في متن واسع كبير طب بالنسبة طبعا للمثقفين العراقيين الذين كانوا في المنفى يرون أنه بالنسبة لهم كان المشهد تحت سيطرة نظام اضطروا إلى ترك البلد بسببه أنا أحترم عذاب كل عراقي وكل عربي فر بمشروع ما إلى الخارج أحترمه وأنحني لألمه وأتضعف معه لكن لا تنسى أن المنفى أيضا صار مهنة لمن لا مهنة له الكثير من الناس الذين ذهبوا إلى المنفى وحسبوا على المنفى وعلى شعرها المنفى ليس موهوبا أو ليسوا موهوبين وليسوا أصحاب قضية أنا إذا ما أتحدث أتحدث عن الشعرها الحقيقيين والمثقفين الحقيقيين ومفكرين الذين فعلا أحسوا بعبء السلطة أحسوا بضغط السلطة أحسوا بحاجتهم القصوى إلى فسحة للتفكير إلى فسحة للحرية فسحة للإبداع لكن هذه الشعارات التي تطرق ليست كلها على حق بدأنا نرى ما حل بالعراق أهذا الذي حلموا به؟ لا ليس هذا الذي حلموا به مع أن بعضهم لا أقول الكثيرين بعضهم عاد إلى العراق عاد بمفرده عاد ليبارك هذه الوليمة الجهنمية التي تجري في العراق طيب لكن هذه الوليمة الوليمة لعشاب البحر تذكرتنا برواية فيها حتى حديث عن العراق عن تاريخ العراق نعم نعم حيدر حيدر وعن عذابات المثقف وعن تاريخ العراق صحيح هل هذه الوليمة وليمة الدماء التي تعيشها هذه المنطقة يعني هل أنت ترى أنت متفاعل بأنه من العنقاء ستصعد مثلا في العراق وفي هذه المنطقة من رمادها أنا متأكد مما تشهد مما متأكد لأنه الذي حل بالعراق هو صدفة تاريخية عمياء صدفة عمياء صدفة عمياء صنعتها قوى ولم تكن وليدة إرادة شعبية حقيقية الإرادة الشعبية الحقيقية هي التي تطيح بالسلطة سلطة التغيان بنفسها ولكن سلطة التغيان مثلما كتبت في قصيدك ألم تقود في النهاية إلى هذه السلطة التاريخية صحة تعبير ألم ترتب بالعكس بالأخطاء التاريخية صح لكن لها أخطاء التي تبدو سلطة صحيح أو بالعكس ربما في الطالب في الجهة الأخرى يرى البعض كانت حتمية تاريخية السلطة مهما كان تغيانها لا تبرر تدمير بلد كامل دمر السلطة إلغي السلطة هل دخلت أمريكا العراق لتنقذ العراق من سلطة التغيان ماذا تسمي الذي يجري في العراق الآن لو كان فعلا والقصد إنقاب العراق مما فيه لحافظوا على على خبرة العراقيين على قدرة الجيش العراقي على قدرة الإعلام العراقي على خميرة الثقافة العراقية على البنية والتركيبة للعراق هما أزالوا بلدا كاملا من الوجود وما زالوا يمعنون في تدميره ليس تحرير العراق طيب دكتور هناك جانب آخر جانب الأكاديمية اشتغلت في جامعة في العراق في صنعاء وفي الإمارات العربية المتعدة وتخرج على أيديك جيال كثيرة حتى من المثقفين ومن الشعارة ومن الأساتد الجامعين تمام تمام أنا هذه التجربة أيضا تجربة أعتز بها كثيرا تجربتي في جامعة صنعاء كانت تجربة مهمة جدا وكان الدكتور عبد العزيز للمقالح هذه الشخصية الكبيرة هذا الفكر والإبداع والشاعر كذلك كانت مفكرا وكان شاعرا وكان إنسانا كبيرا حقيقة يعني جعل من جامعة صنعاء ملاذ للمثقفين العرب ولمفكيرين العرب و للأساتذة الذين ضاقت بهم بلدانهم وذهبوا إلى صنعاء تحولي إلى جامعة الإمارات أيضا من أجل تجديد هذه البيئة الأكاديمية يعني درست فيها ما يقارب العشرين عاما وكانت من أرواح سنوات حياتي حقيقة قدمت فيها الأشياء التي ما زلت أفخر بها وأزهو وعندما أجد انعكاز ذلك على طلبتي وطالباتي الذين توزعوا الآن في الحياة الثقافية في الإمارات وصارت لهم مواقع وأسماء مهمة شعرية وأدبية أشعر بزهو دكتور الوقت داهم نختم بثلاثين ثانية من الشعر نعم طعم عندي قصيدة اسمها أوهام لك أن تتوهم لك أن تتوهم أن المفازات أشرعة وبأن الحصى سحب منطرة لك أن تتوهم أن السراب نبيذ وأن التماعاته مسكرة لكن أتستطيع أن تتوهم أهذا الذي أنت فيه خراب وتيه أم هو الوهم يا سيدي شكرا لك دكتور شكرا جزيلا علي جعفر العلاق الكاتب والشاعر والأكاديمي العراقي مشاهدين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من مجالات شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة